اشتركوا في القناة لبرج الميزان يعني بدي انوه انه انا بعمل توقعات على ثلاث اقسام الاول بتكون حركة الكواكب مدتها قصيرة بعدين بنحكي توقعات الشمس تأثيرات الشمس على البرج ويش اهم التأثيرات اللي راح تعملها وبعدها بنحكي احنا توقعات اللي هي على حسب الخرطة الفلكية وكل البيوت ومنشرح حول نعطي تواريخ لا افضل الايام واسوأ الايام لكل بيت بالنسبة لحركة الكواكب خلال هذا الشهر الشمس موجودة في الحوت من يوم 19-2 لغاية 20-3 صباحا عطارد بيتراجع في برج الحوت لغاية يوم 4-3 وبعدين بيرجع للدلو وبيستمر في عملية التراجع لغاية صباح يوم 10-3 وبعدين بيرجع للحركة الامامية في برج الدلو لينتقل بعديها لبرج الحوت مرة ثانية يوم 16-3 ورح يظل فيه حتى نهاية الشهر اما بالنسبة للزهرة فهي موجودة في برج الحمل لغاية يوم 5-3 وبعدين رح تنتقل في الصباح لبرج الثور اما بالنسبة للمريخ موجود في برج الجدي لغاية 30-3 وبعدين بينتقل للدلو المشتري في الجدي زحل في الجدي لغاية صباح يوم 22-3 وبعدين بينتقل للدلو اورانوس في الثور نبتون في الحوت وبلوتو في الجدي اما بالنسبة لتوقعات الشمس وايش اللي رح تأثر عليك خلال هذا الشهر بيتراكم العمل عند موليد برج الميزان وبدهم ينتبهوا لصحتهم يعني هاي الفترة مش بطالة بس ما رح يكون فيها معجزات وما رح يكون فيها مشاكل كبيرة ممكن الشي الوحيد اللي بيطلب الاهتمام او اهتمامك هو الصحة لان طاقتك ضعيفة يعني منقدر نقول ان الوضع متقلب بالعموم ومتناقض مرة معك ومرة عليك انجز عملك وما تهمل فيه وما تستخف بالمطلوب منك وصر نجاحك هذا الشهر الدقة والتنظيم واحترام الموعيد اما بعد عشرين الشهر هون الشمس رح تكون مقابلك تماما هاي الفترة سلبية رح تحمل مواجهات وخصومات وتوتر مع شخص او مع جهة معينة اهم شيء ما تخالف القوانين والتعليمات او تدخل في شؤون الاخرين اذا عرفت تحمي علاقاتك مع الحبيب فالحظ بوعدك بارتباط او اذا كنت عزابي اما اذا كبر الخلاف ممكن تخسر الشريك او يمكن يكون فيه قطيعة يكون دبلوماسي في التعامل خصوصا مع الاخرين ولا سيما مع الاهل والاحباء هيك بالنسبة لتوقعات الشمس خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتعطيك ايجابيات وايش بتنبهك من سلبيات بالنسبة لبيتك الاول يعني شايف انا الشهر يعني مش كثير ايجابي ومش كثير سلبي يعني ما بعطيك حضوظ كاملة يدعمك على المستوى النفسي بالعكس هو الوضع النفسي الطبيعي او اهتمامك بشخصيتك طبيعي على حسب ميلادك او حسب انت تكوينك او على وضعك الاجتماعي بتكون نفسيتك ولكن بدك تحذر انه في ايام بيكون في ضغط على المستوى النفسي بتفقد ثقتك في نفسك كثير وخصوصا اللي هو يوم ثلاث الشهر يوم خمس الشهر يوم اربع وعشرين خمس وعشرين ست وعشرين ويوم تسع وعشرين ويوم ثلاثين اما اقوى الايام اللي راح تكون نفسيتك فيها مرتاحة وعندك ثقة عالية في نفسك اللي هي يوم ثلاثة واربع عشر وخمسة عشر ست عشر سبع عشر ويوم سبع وعشرين وثماني وعشرين اما بالنسبة لبيت المال فانا شايف انه شهر هذا راح يكون فيه عندك كثير من الترتيبات المالية والفوترة فيه كثير من المكاسب المالية ممكن تجيك او الاموال اللي تجيك اغلبها انا بحكي عن من يا اما هبة يا اما من عمل اضافي هذا اللي واضح بالقرطة الفلكية ولكن بدك تحضر من المصاريف والضغوط المالية وخصوصا في يوم اربع وعشرين خمس وعشرين ست وعشرين راح تزيد عليك المصاريف او الاتزامات المالية او المطالبات المالية اما باقي الشهر فهو ايجابي بالكامل على مسألة المال اما بالنسبة لبيتك الثالث فبحذرك من اول ثلاثة ايام بالتنقلات والاتصالات والامتحانات ما تعتمد على الحظ نهائيا ودير بالك وركز ما في داعي للمغامرات اما بالنسبة لطيلة الشهر فبالن بشوف انه عندك كثير من التنقلات والسفريات خلال هذا الشهر اللي هو السفر القصير عندك تحركات على كثير من الاتجاهات عندك قدرة على اقناع الغير بوجهة نظرك ممكن اللي بيشتغلوا في مجال التسويق راح يبدعوا بشكل واضح جدا خلال هذا الشهر ويحققوا انجازات ويكون لهم ارباح اللي عندهم امتحانات وخصوصا على المستوى الاساسي اللي هو ما قبل الثانوية العامة راح يبدعوا تماما في تقديم الامتحانات عندهم صفاء ذهني عالي وقدرة تركيز عالي بيقدر يستغلوها بالجانب الايجابي ممكن يصير معك خلال هذا الشهر تعاون مع اخ او مع جار يساندكو او يساعدكو في مسائل معينة بتتعلق فيكو ممكن اخوك يساعدك في حل مشكلة انت بتتعرض لها اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا بحذرك اول 12 يوم من السلبية العالية اللي موجودة في هذا المكان فهي بتدل على الخلافات داخل المنزل او سوء التفاهم ممكن بعض الاعطال المنزلية ممكن اشياء الها علاقة بالنفقات لزيادة او المشاكل اللي الها علاقة في البيت اما ما باقي الشهر يعني بالا انه في نوع من الايجابية بتدعمك على هذا المستوى في مصالحات وفي لقاءات ودية رح تكون خلال هذا الشهر دعمك ودعم مركزك الاسري في اهتمام رح يكون في صحة احد الوالدين اه صحيا ممكن تكون هي الارجح على هيك اه حاول انه انت ما تقصر اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه يعني بيتك الخامس ما في نحوسة عالية موجودة فيه بالعكس فيه اشياء بتساعدك وبتدعمك وفي حضوض بتدعمك عاطفيا ونفسيا ايضا على جميع الاتجاهات فحاول انك انت اه تستغل الايجابية والحضوض هاي في تدعيم مواقفك ومركزك اه عندك حضوض ممكن انها تساهم في كثير من الاشياء اه تدعمك من ناحية العاطفية علاقة تطور ما بينك وبين حبيبك او علاقة جديدة تبدأ فيها خلال هذا الشهر وحاول انك انت تستغلها بدون نزوات وبدون ترفيه مع الحبيب لدرجة انه يكون صير من البيوت الخطر عليك اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الوضع الصحي بدك تحذر منه خلال هذا الشهر بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وهو تقريبا نفس توقعات الشمس يعني ضاغط بقوة كبيرة عليك حاول انه انت اذا شعرت بأي توعقات صحية انك تستشير طبيبك حاول ما تتأخر عن اعمالك لانه ممكن يصير مشاكل معك في العمل بسبب تأخير او سبب الاساءات اثناء العمل وممكن يتوجه لك انذار او ممكن تترك عملك حتى فحاول انك تستغل النقاط هذه اللي احنا حكناها والتحذيرات لاجل انه انت تنتبه انه ما تقصر في عملك وبتنتبه لصحتك في عندك ايام ايجابية ممكن تستغلها اذا حاب تقدم لوظيفة او مقابلة او لامور لها علاقة بتدعيم مركزك في دوامك فاستغل انت يوم 21 و22 ويوم 28 29 30 31 هاي بتساعدك كثير لحل بعض المشاكل ان شاء الله انه ما بصير مشاكل على نطاق العمل وما بتستفيد يعني ما بتستغل هذه الايام بالنحو اللي انا بحكي فيه اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه متقطع الحضوض ومتقطع الضغط فعشان هيك بتلاقي في نفس اليوم يوم انت ايجابي ويوم انت سلبي يوم ساعة انت ايجابي وساعة سلبي متقلب طول الشهر في علاقتك بالشراكة شراكة مالية وشراكة عاطفية اوقات بتحتد الامور عندك بتصل لمرحلة العصبية الكاملة وعوقات بترجع وتتصالح كأنه انت في صراع اضطراب نفسي مش فاهمين ايش اللي بصير لحظة مشاكل ولحظة ما في مشاكل لحظة مبسوطين لحظة مش مبسوطين انت وشريكك بالعاطفة تحديدا اللي هو زوج او زوجي فحاول انك انت تمسك عصابك وما تتهور وما تنضغط بالفترة هاي على اساس انه ما تتراكم عليك الشهر القادم لانه الشهر القادم الشمس رح تكون في موجوده في بيت شراكتك اما بالنسبة لبيتك الثامن فايضا شايف انه ما في يعني هي زي بيتك السابع ما فيها الحضوض القوية ولا فيها السلبية القوية ولكن بدك تحضر بشكل كامل من اول ثلاثة ايام من مخالفات القوانين والمجازفات وسوء التعامل بالاوراق المالية او الاوراق الحكومية على اساس انه ما يأثر عليك هذا الامر بشكل سلبي اما الفترات الايجابية اللي ممكن يجيك دعم فيها من جهة انت ما بتتوقعها او من جهة حكومية او تعويض او من احد الاشخاص يساعدك او من باب مال الشراكة فعندك يوم 13 و14 و15 ويوم 27 و28 هاي افضل الايام اللي ممكن يجيك فيها مال عن طريق شراكة او هبة او عن طريق قروض بنكية او مساعدات خارجية اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه الشهر هاد عندك كتير من الرغبة بالسفر او الاتصالات مع جهات اجنبية او مع اشخاص خارج البلاد عندك كثير من التنقلات اه التعاملات القانونية مع محاكم ممكن ترفع قضايا اه تكون لصالحك طبعا اه ممكن يكون في امتحانات جامعية بتكون برضو لمصلحتك اه اتصالاتك وعلاقاتك مع الاجانب راح تكون ايجابية منك ورح يتعلم لغة جديدة او يعزز اه مكانته على المستوى الجامعي او يدرس تخصص جديد او يرجع للدراسة اه يعني البيت كامل ككل ايجابي ما فيه اي سلبية بتضغط عليك خلال هذا الشهر فاي شيء له علاقة بالدول الخارجية او مع الاجانب او المؤسسات التعليمية فهو ايجابي بالكامل اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبدك تحذر اول اتناعشر يوم من اي شيء ممكن يشوه سمعتك او يضر بسمعتك فحاول انك انت تراقب نفسك عشان ما تعمل اي خلل ولا تتأخر عن دوامك ولا تعمل نقاشات حدي مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل اما باقي الشهر فهو ايجابي وايام متقطع فيها الايجابية ولكن اول اتناعشر يوم ويوم سبعة وعشرين وثمانية وعشرين وتسعة وعشرين بدك تنتبه بشكل جيد من كل التحذيرات اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة لبيتك احداش فانت كثير عندك اتصالات اجتماعية خلال هذا الشهر رح يتوجه لك كثير من الدعوات لحضور حفلات او مناسبات رح تكون حاضر بقوة ورح تكون ملفت للانتباه في هذا المكان ممكن تدعم علاقاتك بصداقاتك او تبني صداقاتي جديدة خلال هذا الشهر ما في اي شيء سلبي اما بالنسبة لبيت متاعبك فبحذرك انه اول 12 يوم ضاغط على بيت متاعبك عشان هيك منقول بيت السمعة وبيت المتاعب فبدك تحذر من تشويه السمعة فحاول انك ما تجازف ولا تخالف قوانين لانه الضغط رح يكون كبير عليك خلال الفترة القادمة خصوصا اول 12 يوم اما باقة الشهر فبتصير ضغوط اقل فما في اي خوف او اي توتر تحسب لأي حد وحاول انك انت دوامك تلتزم فيه ما تتأخر عن دوامك ما تهمل عملك عشان ما يتراكم عليك حاول انه انت ما تؤمن لأي شخص حتى لو بتثق فيه لانه الفترة هاي بتكون صعبة وممكن انه تحكي كلمة او سر فينكشف وهيك انت بتوقع بالمشاكل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء